أما الأستاذ هاني شاكر اللي بيقولك طالما قناة مكملين الإرهابية دفعت عن المهرجانات ويبقى إحنا صح بداية أنا دلوقتي زميلنا بيحاولوا تصلوا بهاني شاكر عشان يدخل نتكلم معانا ونقول له مين هو الإرهابي يا طرى الإرهابي إحنا علشان بنتيح فرصة للناس نتعبر عن رأيها حتى بما فيهم مطربين المهرجانات ولا الإرهابي هو اللي بيعمل قرارات بحكم سلطة عنده على زميله ومش علشان بيقدموا حاجة وحشة لو هو معترض على المعاني اللي بيقدموها هما بيقدموها بقالهم كم سنة ولكن هو معترض ربما يكون عشان هما أكتر شهرة منه دلوقتي ربما عشان حموا بيكا وحسن شاكوش أكتر شهرة دلوقتي وبيبيعوا وبيجيبوا فلوس أكتر من هاني شاكر أنا معرفش ده هاني شاكر لو عنده مشاكل مع الحاجات دي مع المهرجانات من البداية كانو أخذ موقف من الأول إنما أنتو أخذتم موقف لما الناس اتضايقت لما الناس اتحركت فمحدش يعمل فيها زعيم وكبير يعني أنا معرفش مين الإرهابي الإرهابي اللي بيستغل سلطته علشان يقمع فنانين زميله أكتر شهرة منه ولا الإرهابي هو الفناء الإعلامي اللي بيتحليهم فرصة عشان يتكلموا ويعبروا ويقولوا والناس تسمعهم والناس هي اللي تحكم إحنا يا أستاذ هاني مش إرهابيين خالص واضح أن حضرتك ما سمعتش اللقاء وما سمعتش الحلقة وده ما بيهمناش وما بيفرقش معانا بس عيب قوي عليك إن انت تاخد كلام على السمع وتقول إن إحنا بندعم المهرجانات إحنا بندعمش المهرجانات إحنا بندعم أي فن هادف ما فيهوش إسفاف وإذا الأستاذ هاني شاكر شايف إن هم مصفين فأنا عايز أقول له إن جمهور عبد الحليم حافظ في وقت من الأوقات شافك مبتزل وجمهور محمد عبد الوهاب شاف عبد الحليم مبتزل وجمهور مونيرة المهدية كان بيشوف أم كالسون مبتزلة وأنا عندي فيديو حاضر موجود على اليوتيوب دلوقتي حوريه لحضراتكم بيقول فيه الفنان الكبير الراحل محرم فؤاد إن واحد زي هاني شاكر زي الفنان الكبير هاني شاكر مفروض يغني للأطفال بس وصوته لا يصلح لكده نسمع سريعا ونرجع ندخل في حلقاتنا الأولاني لا يصلح إلا لغناء الأطفال هاني شاكر؟ آه إطلاقا ليش؟ هو عند الأطفال حسوا 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 ده الأستاذ محرم فؤاد رحمة الله عليه وهو بيقول إن هاني شاكر صوته لا أصلح إلا لغني الأطفال فالتنمر يا أستاذ هاني على اللي بيغنوا مهرجانات مش كويس إحنا محتاجين يكون فيه دور رقابي ما بندعمهمش ما بنقولش إن هم أحسن حاجة بالوضع الراه عندهم كلمات خارجة وعندهم إسفاف دور الرقابة إنها تقوم ده مش دور الرقيب إنه ينفسن عليهم علشان بيشوفوا بيتشافوا أكتر منه أو منتشرين أكتر منه أو بيكسبوا أكتر منه إحنا مش مع المهرجانات بالشكل اللي هي فيه ده ولكن مش مع دبح الشباب دول إحنا مع إنه يكون فيه دور رقابي وينضموا للرقابة وياريت الرقيب وياريت الأستاذ الكبير هاني شاكر يبقى يسمع ويشوف وما يخدش أحكامه على أمور بتتنقله عشان أمور بتتنقل غلط ما بالك بتتنقل معنا إحنا غلط فممكن برضو تكون بتتنقله أمور عن المهرجانات غلط أو قلي فنان ويعمل أو ياخد خطوات بتسيء من دون ما يكون عنده معلومة صحيحة ويا ترى يا أستاذ هاني حضرتك هتعمل ليه مع محمد رمضان ولا محمد رمضان عنده ظهر من الجيش وحسن شاكوش ومجدي شطة وحمه بيكا والناس دي ما عندهمش ظهر من الجيش لو حضرتك بتتكلم على الفن والمبادئ فالمبادئ واحدة والفن واحدة شكرا لك